أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشدو يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقص ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تتذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجن من مالج من نار فبأي آلاء ربكما تتذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تتذبان تتذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تتذبان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تتذبان يخرج منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تتذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تتذبان كل من عليها فان ويرقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تتذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تتذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تتذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تتذبان فبأي آلاء ربكما تتذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تتذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تتذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تتذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تتذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تتذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تتذبان فيهما عينان تجديان فبأي آلاء ربكما تتذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تتذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تتذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تتذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تتذبان فبأي آلاء ربكما تتذبان فبأي آلاء ربكما تتذبان سنب weeb ترجمة نانسي قنقر